اشتركوا في القناة طريقة لمعالجة الحليب أصبحنا جميعنا نعرفها باسم الباستر أين تجد حليب مباستر وهي كلمة مشتقة من اسمه باستر في عام 87-800-1000 تم تأسس معهد فرنسي على اسم هذا العالم معهد باستر ومنذ ذلك الوقت أبار المعهد 16 مديرا عاما اليوم نرى جزائرية على رأس المعهد فتكون بذلك المدير العام رقم 17 لهذه المؤسسة التي كانت لها إسهامات عظيمة في ميادين الأحياء الطب وغيرها هذه هنا هي الجزائرية التي نتحدث عنها السيدة ياسمين بالقايد بروفيسور وباحث معروفة عالميا يرتكز عملها بشكل أساسي على العلاقة بين الميكروبات وجهاز المناعة مجلس إدارة المعهد أعطى ثقته للبروفيسور الملقبة برائدة علم المناعة ياسمين بالقايد وهذه هنا تغريدة المعهد أما ياسمين فقد بدأت مسيرتها العلمية بالتدريب في الأمراض المعدية في معهد باستر ثم اجتملت على العديد من المجالات بما في ذلك علم الطفيليات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الحشرة الطبية والفيروسات ومناعة الأنسجة والميكروبيوم وحتى علم المناعة البشرية عملية اختيار المدير العام الجديد عملية معقدة ومطولة يتم العمل عليها منذ جام في 21 ألفين لنقرأ تصريح ياسمين تقول بصفة الرئيس التالية لمعهد باستر فإنني أهدف إلى وضع المعهد كمنظمة بحث علمي رائدة في علوم الحياة وتعزيز مكانته في المراقبة والوقاية والتعرف على مسببة الأمراض النشئة في المستوى الدولي ياسمين فائزة بجائزة كوخ الألمانية للعلوم والمتخصصون يدركون جيدا مكانة هذه الجائزة لذلك يصح هنا قول المتنبي وما كل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا أما تعليقاتكم فيقول بو بكر في تعليقه هذه صورة أخرى للعالم ياسمين بالقاسم يقول بو بكر في تعليقه مبروك عليها ولتكن قدوة لمن أراد التمييز بالحقيقة العلمية والكفاءة أما جلالدين يقول الله بيرك قلت سير الذاتيتها حتى في أمريكا بين سلفانيا كانت مديرة بحث لمعهد الأبحاث أما فائزة تقول سيتي ما برومو باب زوار إلى تجوري تي بريونت برافوانيكسيلون باركور كانت زميلة في باب زوار زميلة الدفعة ولديها مسيرة مهنية رائعة إذن ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني صلاة الترويح هي الوقف التي ينتظرها المسلمون عاما كاملا ليختم فيها القرآن الحكيم عندنا في الجزائر يفطر الناس صيامهم ويخرجون كل بسجادته بساط صلاته صوب المساجد كي يظفروا بمكان إذ أن الأعداد التي تشهد صلاة الترويح مهولة وأكثر من مساحات المساجد وساحاتها هنا في ولاية شلاف طفل بوجه منير وصوت شجي وحضور ملفت أما بالناس صلاة الترويح فأصاب حفظا وترتيلا وأحكاما وبهذا يلق بهذا طفل الذي يبلغ أحد عشر عاما يلق به البيت الشعري الذي يقول بدر وللحسن شورى في مكامنه ما بين خلق وأخلاق به اتسق حلف الكتاب إذا أنشى تلاوته لم تدر أيهما القرآن إن نطق صدق الله العظيم نذهب إلى تعليقاتكم يقول رؤوف ما شاء الله هذا مثال حي الدير وليه مسلسل قصة كفاح بين التفوق في الدراسة وحفظ القرآن والإمامة أما موح لامين يقول هذا بباه يقول رب ارزقني هذا هو الرزق الحقيقي طفل هكذا يعتقك من النار ويكون صح صدق جارية والناس تريح تدعيلك بعد موتك بسبابه أما هذا الحساب فكانت عليقه نقيضا إذ يقول الإمام يجب أن يكون بالغا راشدا ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك هو ومجموعة من الخبراء خبراء الذكاء الاصطناعي تحديدا وجهوا رسالة مفتوحة بخصوص روبوتات الدردشة مثل الشات جي بي تي الذي أصدرته شركة أوب ناياي ماسك ومن يوافقه قالوا بأنه يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية فقط عندما نكون وافقين من أثارها وقبل أيام أصدرت الشركة بالشراكة مع مايكروسوفت أحدث ذي جيل من برمجيتها للدردشة التي تشبه الدردشة مع الإنسان وأعجب الملايين بهذه التجربة أين تمكنوا من تلخيص كتب في ثوان وإعداد أوراق بحثية بضغطة زر وحتى تأليف الأغاني والسيناريوهات والأشعار المقفات الرسالة أصدرت عن معهد Future of Life لنقرأ مثلاً اقتباساً من تلك الرسالة إذ يقول تقول المجموعة هل يجب أن نسمح للآلات بإغراق قنواتنا الإعلامية بالدعاية والكذب هل ينبغي أن نطور عقولاً غير بشرية قد تفوقنا عدداً وذكاءً في النهاية وتتفوق علينا وتحل محلنا الرسالة جاءت بتوقيع أكثر من ألف شخص في هذا المعهد على رأسهم مدير تيسلا وصاحب موقع بايبال آيلون ماسك لنقرأ تعليقاتكم سلام الصالح يقول الجيل ما بعد الإنسان سيغلب الإنسان أما أنيس عبد الحق يقول مستحيل أن يترك هذا النظام أو أن يترك هذا النظام بدون دون رقابة وتحكم أما ديهية في تعليقها تقول والله عندي أسبوع ونص وننخمم في الوظائف التي يمكن لها أن تختفي وتظهر مع الثورة التكنو معلوماتية الجديدة إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام عدد اليوم من ترندن نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة شكرا جزيلا على المشاهدة دمتم بخير صهر ممتعة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة